ليه ما اشتغلتوش مع بعض أكتر؟ لأن نجحتكم مع بعض واضحة كل واحد بقى له إحساسه ودماغه وفكرة التغيير ده لازم يكون موجود يعني أنا مفترض رحت مثلا تعيشت مع أحمد حلمي 3 سنين أو 4 سنين وبانينا بعض في أفلام تانية كانت بالنسبة لي فرصة لتجديد دماغي تجديد إحساسي والتعامل من ساعد لحمد حلمي ما الفرق؟ بص انت مدرب كورة فهمها الفكرة يعني إيه مدرب كورة؟ يعني اللاعب اللي قدامك ده لأمكانيات خاصة بيه هو انت كمدرب لازم تصرر الإمكانات دي كويس قوي حتى ما يميز أحمد حلمي بتحديداً الزكاء الزكاء أخرج جداً وأنا كنت تفاكر أنه مثلا أبعط له رسالة فأقول له مثلا من نجم الإسماعيلية إلى نجم بنها الأول عاملي عارف اللي هو شخص زكي جداً هو قريدي رسام يعني بيقعد يرسم الحاجات ومعراشي فإحساسه دقيق وصامت أيضاً اللي هو كونتر محمد سعد اللي هو إحساسه طاغي وقوي عارفها؟ أيضاً نفسي أروح مع السلمة وعايز أعد المطب ده واروح للعالم الغريب ده يا أنا قدر أقول أن فيلم مطب صناعي هو حكاية وقيل إحسان الشخصية؟ آه طبعاً طبعاً وبعدين بس أنا ما حبيتش أقول أنه ده مخرج أو فنان أو معرفش إيه لأنه أنا عايزه إنسان عادي لأن أنا كنت إنسان عادي ما كنتش مخرج وكنت عايز أعمل معرفش إيه وفكرة إنه أنا رجع السمع عليا بعاية مثلاً في لحظة ما زي اللي هو تخنقت وطلعت كنت بضايع وقت ده حلم ده ولا ضاع ولا إيه اللي حصل أنا رجعت كذا مرة على البلد وتعبان عارفة اللي هو ما وصلتش مش قادر أوصل عايز أوصل للحالة دي مش عارف أعملها فكل لحظة في الفيلم حقيقية في حاجات في الفيلم زي فكرة إنه إحنا ليه ما بنستغلش إن مثلاً الناس اللي في السجن دي ونخليهم نشتغلوا في حاجة ونديهم مكانيات ويبقى معاهم فلوس وإحنا نأخذ منهم كان في أفكار كده شبابية جديدة مختلفة أحلام أه فالفيلم بالنسبة لي لأ في حاجات وتفاصيل وكان أحمد حلمي يعني فكرة إنه في مثلاً اللي هو إيه تفقالوا بالخير تجدون أه عملوا كتاب عنه اسمه زي ذكرة أه الكتاب ما بيعاته ما عرفش طب ما عنا عندنا الجملة أيه عندنا الأصل الرسول الله عليه الصلاة والسلام قال لنا تفقالوا بالخير تجدون ما هو ده ملخص كل الكتاب ده أيه فهو الفيلم كان إحساسه كده اللي هو انت رايح فين سافر هاجر اعمل هاجر جرب صحيح لازم تنجح يعني عد المطب اللي في حياتك هو الرمز بتاع المطب ده اللي هو مطب فكرة قدية حلوة بإحساسها بإنه عنا أعيشها فبتوصل للناس يعني اشتركوا في القناة